أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين طبعا خلونا نرحب ضفنا الكبير وكاتبنا الصحفي الكبير ونائب رئيس مجلس إدارة أو نائب رئيس مجلس أمناء قناة الأهلي كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ حمد عزيزيزاك أستاذ حمد أهلا أهلا يا كابتن إسلام مشرفين وكال عادة بوجود حضرتك معنا وسعادة الحياة بوجود حضرتك معنا في مثل هذا التوقيت لأن حضرتك تاريخ النادي الأهلي تعرفه جيدا أنا نصف قرن أهلاوي و44 عام عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي وأحد أفراد منظومتها الإعلامية على مدى هذه الفترة الطويلة بالتأكيد فرحت كتير جدا 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 إلى درجة الفخر والزهو نعم وأيضا كانت في بعض الهفوات الكبوات أوكي العثرات النكسات في الوسط أوكي لكن طبعا كل التجارب بتخليك تعرف إيه اللي بيحصل وإزاي أنا على فكرة هي المرة الثانية نعم التي التقيقة على الهواء وجها لوجها لشرف لا يا فنح المرة الأولى لم تكن في قناة الأهلي أوكي المرة الثانية كانت وأنت مسؤول عن السجد التحليلي في قناة الأهلي نعم وكنت يعني إيه غاضبا جدا مزبوط أنا فكر من انفعالك مزبوط بعد مباراة الأهلي وسانداونز مزبوط التي خسرها الأهلي وذكرتك وقتها بأنه أنا في يوم كنت في أستاذ القاهرة أيو وأشاهد مباراة للأهلي والزمالك أوكي وكانت كل الشواهد تقول إن الأهلي سيفوز بفرق لأنه آخر مباراة للأهلي كان كذبان الترسانة خمسة صفر وكان الزمالك متعادل مع غزلة المياط ولعيبة الأهلي الفريق كاملا بكل نجومه الكبار فريق تاريخي فيه ربيع ياسين والكابتن الخطيب والصفى عبده كل الفرقة بأكملها بلا استثناء نعم وخسر الأهلي ولم يكن هناك واحد بشاير رجله بيجري باستثناء الكابتن ربيع ياسين نعم وعدت إلى أخبار اليوم لألتقي الراحل العظيم الكابتن عبد المجيد نعمان نعم وقلت له أنا يعني هقطع لعيبة النادي الأهلي فقال لي اهدى 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 تعيش تعيش استنى بس شوية وبعدين بعد ساعة كتبت كلام صعب جدا جدا قال لي إن عايزك تقراج كمان ساعة عايزك تقراج كمان ساعة لأنه إذا كنا إحنا إحنا الأهلوية هنكتب كده في لعيبة الأهلي ماذا يقول الآخرون نعم إحنا لعيبة الأهلي الآن دي حثرة ومفيش خالص في الكورة حد يعرف نتيجة المباراة نعم أو كما كان يقول المسيماني لو نعرف نتيجة المباراة قبل أن نلعبها فحيبقى مش محتاجين نتمرن صح لأنه إما عارفين إن إحنا كذبانين أو كذبانين إما إحنا خسرانين صح في الحالتين اللي ثبته إيه التمرين نعم فكرة القدم أهميتها دراماتيكيتها في أنك لا تستطيع أن تحدد نتيجتها قبل أن تنتهي المباراة تماما أبدا 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 مظبوط لأنه كل شيء جائز في كرة القدم نعم اللي مزعحلنا أنا جدا اليومين دون فضل هو اختزال النادي الأهلي العظيم النادي الأهلي المؤسسة الرياضية والاجتماعية والثقافية الأعظم في الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية نعم المؤسسة التي أصبح لها قيمة تسويقية ضمن الأعلى على مستوى العالم نظبوط إن أنا أختزل النادي الأهلي في فريق كورو بيلعب مباراة خسر مباراة خسر بطولة خسر بطولة الله ده إحنا واخدين بطولات لدرجة أراهن حد ييجي يقول لي تفاصيل لـ 42 بطولة دوري 37 بطولة كاس والعشر بطولات أفريقية لأبطال الدوري والسبع بطولات أفريقية لأبطال الكؤوس والكاس الصوبر المتاخد كم مرة والميداليات البرنزية نعم على مستوى كاس العالم الأندية إحنا خدنا بطولات كتير جدا جدا فلما نختزل هذا النادي الأهلي المؤسسة العظيمة جدا الأكبر جغرافيا واقتصاديا وتأثيرا وجماهيريا في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط والعالم العربي أما إحنا نختزر أن الأهلي خسر المباراة وكان سيئا في الشوط الأول نعم اللي عامل الهيسة دي الحقيقة في أنا أعتقد 90% على الأقل من جماهير الأهلي الافتراضية ما معنى افتراضية لأنه بعض جماهير الأهلي فهماني غلط قبل ما نوصل لكلمة الافتراضية دي أسأل حضرتك السؤال للجمهور وقاعدنا هيسأله لك هيقول لك نخسرنا بطولة ولكن لكل مباراة ظروفها حضرتك لعيب كرة كم مرة نزلت وكنت كويس جدا في مباراة وبعدين كانت تضيع منك أنا متفرج وبشكر قناة الأهلي أنها أزاعت قبل مباراة الأهلي الزمان مباراة سنة 2007 على ما أعتقد أربعة وثلاثة أربعة وثلاثة كاس مصر اللي الأهلي كسب بجلال للكابتن وساما حسن لكن أبو تريكل حياة في الدقيقة الأخيرة من الشوت الثاني جابت تعادل لأ أنا أقول يعني إحنا إحنا تعادلنا فلقبنا أكسترا تايم مظبوط وفي الأكسترا تايم إحنا كسبنا المباراة مظبوط وكان الزمالك بيعمل واحدة من أفضل مباراة على الإطلاق مظبوط كرة القدم تحكمها قاعدة مهمة جدا اسمها التوفيق وعدم التوفيق التوفيق وعدم التوفيق بشكل عام فاندي مش على المباراة لأن المباراة كان واضح لماذا التوفيق لأن التوفيق يحتاج إلى مشيئة والكون ما بين إرادة إرادة يعني رغبة في تحقيق شيء ومشيئة هي إنفاذ الإرادة بتحقيق الشيء أنت تريد أن تنجح هذه مشيئة المشيئة دي للبشر أما الله سبحانه وتعالى فهو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون المشيئة ليه لأن الأمر يتعلق بالرزق الفوز بنورة كرة قدم رزق وهو ربنا سبحانه وتعالى قال إيه يرزق من يشاء بغير حساب يرزق من يشاء بغير حساب ده يتطلب أن نحن نستخدم الأسباب الأرضية أن نحن نبذل جهد أكثر وهكذا نرجع بقى تبزل جهد أكثر أنا أريد أن أعرف كم لاعبا أساسيا غاب عن النادي الأهلي بعضهم قبل المباراة بتلت أربع أيام فقط هم الأساسيين حسين الشحات وطهر محمد طهر وقابليهم أنت لأ وعندك عمار وإنك عمار 11 لاعب سيبنا من الإصابات الطويرة أكثر توفيق وعمار حمدي لأ أنا بتكلم على الإصابات اللي حصلت المزمنة زي إصابة بدر إحنا كان ناقصنا 11 لعب أي فريق كرة بالكامل كان غائبا واللعيبة اللي بتلعب ديه واحد زي عمر السلية أنا أشفقت عليه لأنه لعب 206 مباريات في آخر موسمين لعبة الأهل بقالهم ثلاث مواسم متتالية بلعبهم محدش محدش فيهم أخذ راحة سلبية مضبوط ده كان بيبقى موجود في كل المواسم السابقة على ده محمد صلاح وساد يومني وكل لعبة أوروبا بيعملوا لهم إيه اللي يعملوا في الأجازة ألا يقتربوا من أي شيء يخص العضلات بتاعتهم لأنه إنها خلايا إنسانية وليست خلايا حيوانية تلك التي تتحمل أنا لو ما كان أي لعب من النادي الأهل الحقيقة الحقيقة أول ما شوفوا الكرة حقرف أبقى مش عايز أحط رجلي فيها قول لي هل شعرت بهذا قبل ذلك أم لا أنا كلاعب يعني حصل تعبت واحد تعب إحنا بنلعب ثلاث مواسط ممكن أقول لها قصة قلتها يمكن بلكده سريعة جدا مرة منويل جوزي لأن إحنا كان الفترة بتاعتنا موجود منويل جوزي فمستر منويل دخل من بره وكلنا وقفين أنا حكيتها بلكده قال لي أبو تريكا إيه قال له جوهم جوهم فكنا في آخر الموسم يعني فأبو تريكا فكره بيهزر قال له لا لا وبهزرش روح بيتكم وقعد وبعد أسبوع تعالي رجع بعد أسبوع لعبنا مباراة أو حاجة وبعد كده هو اللي كسبنا مباراة الزمالك بتاعة أربعة ثلاثة على ما أتذكر يعني ليه؟ لأنه حاس أن أبو تريكا ما عندوش 20-30% من مستوى هل ده معنى أن أبو تريكا وحش؟ لا أما هي ده القضية لا أنا ححكي لك على قصة أول مرة تفضل أنه كان فيه مدرب ألماني عظيم اسمه ديترش فيتسا فيتسا طبعا تدرب النادي الأهلي والأهلي أخذ بطولة الدوري ومباراة نهائي كاس مصر أمام النادي المصري البرسعيدي نعم وقررت حقورا أن المباراة ستقام في الثالثة ظهرا في عز الحرب كنا في آخر يونيو فاللعيبة جت عشان تتمرن التمرينة الأخيرة الساعة ثلاثة بعد عشر دقايق هو بصل لوشوش اللعيبة وقال فركش مش هنكمل التمرين فيتسا فيتسا قال مش هنكمل التمرين أوكي تقولوا بالليل مش فاتصل بي الله يرحمه الكابتن أحمد ماهر نعم وهو كان عارف أن أنا وثيق الصلة بفايتسا قال لي الخواجة عمل حاجة عمرنا ما شفناها احنا لازم نتمرن في وقت المباراة هو قال للناس تمشي وترجع ساعة تسعة بالليل فشوف كده كلم حد قول الكابتن طارق سليم الله يرحمه كمان وكده فعاد فيتسا في التاسعة وعمل تمرين نصف ملعب لمدة نصف ساعة وانا حضرت فسألته ليه قال لي اللعيبة دي طوب فورم طوب فورم أنا عشان ألعبهم في نفس التوقيت زي المساعدين بتوعي المصريين ما بيقولوا هخلص عليهم والمباراة بكرة فأنا عايزهم يقع بكرة فرش ولعبنا المباراة وبعد تلت ساعة كان المصري بيلعب معنا يعني فيها رايح جاي وكده وبعد كده كسبنا المباراة ثلاثة سفر أنا أقصد أن أقول أن الحالة البدنية بتأثر على الحالة الزهنية والحالة النفسية وما يتعرض له لعب الأهلي لم تتعرض له الخيول لقد تعبت الخيول في مدى الفترة الماضية هذا الفريق هو ذاته اللي كسب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري مرتين وعمل فيها نتائج غير طبيعية هو نفسه الفريق اللي كسب كأس السوبر الأفريقي خارج أرضه مرتين هو اللي كان في كأس العالم للأندية الأخيرة يلعب بدون 18 لاعبا ونجح في أن يحصل على الميداليا البونزية بعدما كسب في المباراة الأولى بطل المكسيك القوي جدا أمام جمهوره اللي كان مالي 75% من المدرجات إذن بالتأكيد هؤلاء اللاعبين ليسوا فاشلين ولا يصلحون ولكنهم يتعرضون لما لم يتعرض ولا يتعرض له أي فريق منافس أريدك أن تسألني لماذا لماذا لأنه النادي الأهلي بيلاعب أما بيلاعب فرق كبيرة فرق كبيرة يعني بتلعب في ملعب كامل لا سيبنا من أفريقيا حتى في الدوري أما بتلعب الزمالك والإسماعيلي وسموحة ويعني فرق كبيرة بتلعب بندية فبيلعبوا في ملعب كامل لأنهم بيهجموا ما تبقى معهم كورة وبيدفعوا ما تبقى مش معهم لكن إحنا باللاعب سبعين في المائة من الفرق بتلعبنا في نص ملعبها وبناء لا يا حين لعيبة الفرق اللي أصادق بتجري في أربعين متر وأنت بتجري في مائة مزبوط وبناء عليه يبقى الجهد بقى بتاعك أنت بقى مضاعف وعلى فكرة اللي أنا بقوله ده شاء الله هقولي بوضوح موسيماني وهو يتحدث ويسألني لماذا يدافزنا على الزمالك الخامسة وعلى الإسماعيل الأربعة وعلى سموه أربعة وعلى مين وعلى برامجز ثلاثة إحنا ليه كسبنا دول وماتشات تانية بنكسب واحد صفر وبنتعادل وبنخسر ليه لأن هي دي الحقيقة دي أنا ما بلعبش كورة يعني وإحنا بلعب الفريق اللي بلعب في نص بس الليفربول لما بيجي لعب أي فريق من الدوري نفس الكلام برضو بس أنت عدد الفرق التي تلعبك بلدية كاملة في الدوري الإنجليزي هو 75 أو 80% وفي 20% اللي هم عارفين اللهم لسه لما قصدش الليفربول مكر الدولي الأسباني ريال مدريد يعني نقصه ده أقول لك إن محد حيرد عليك يقول لك خل بالحلاك أنا مقتنع بلا أنت بتقوله ده ليه لأننا كنت بعمل كده يعني أنا كنت بلعب كده اللي حالك بتقوله ده لما أنا كباك رايت لما أجري في 100 متر غير لما أجري في 30 متر صحيح بالنسبالي أنا بقول لك يعني فأنا مقتنع لكن واللي أعب بيتفرج عليك هيقول لك كده هيقول لك طب في أسبانيا هم أنا دينت أربع عندي تلت أربع عندي بالكتير يعني الباقي كلهم شبه بعض فحيقول لك طب ما هو نفس الكلام ما هو ريال مدريد بيلعب نفس الكلام على ملعب كبير وملعب صغير وده بيقف يدفع قدام وده ما بيقفش يدفع قدام هذا صحيح بس أنا بقول للنسبة والتناسب إحنا بالنسبة للأهلي أي فريق نقطة من الأهلي تسوى الدنيا وما فيها ده شعار كل الأمدائي مظبوط وبناء عليه فنسبة الفرق اللي بتلعبك نص ملعبها يعني وقفين عشرة عشرة فنص ملعب أكتر بكتير أكتر بكتير إحنا قلنا أسامي أربع فرق فين البقين في 12 فريق تانيين أوكي وهكذا فأنا أقضي أنه إحنا علينا أن نتعامل مع لعبين على أنهم بشر نعم تحركهم عضلات مصنوعة من خلايا إنسانية أوكي لأنه حتى الخيول يمنع للفارس في المسابقات الأولمبية أنه هو يعني يهزر مع الخيل يسخن معاه قبل ما هيلعب إلا بعد مرور ساعة على الأقل من المسابقة اللي يكون لعبها الخيل وليس البشر خلونا نتعامل مع لعبين على أنهم بشر الفكرة دي اللي حالك بتتكلم فيها وصلت للناس تمام إن إحنا عندنا لعبين تعبنين جدا ومرهقين جدا الإجهاد فوق الوصف أنا شفت أنا شفت محمد عبد المنعم ما كانش في حد مشترك معاه في كورة ونط ونزل على رجله رجله ما استحملتش وقع يتصاب أسبوعين إحنا عندنا كام لعيب مصاب طب ليه اللعيب اللي عندنا مصابين كتير لأنه اللعب اللي بيبقى علينا بيبقى عنيف جدا لأنه إنت أمهر إنت أحرف إنت أعلى فهو بيقدم كل اللي يقدر عليه واللي ما يقدرش عليه نعم هذه هي الحقيقة ويعرفها كل من يلعب كرة قدم في مصر فإحنا شوية نهدأ ونعرف أن دي في النهاية هي مباراة كرة وما تيجي تتعامل معي مع النادي الأهلي تعامل مع النادي الأهلي الضارب في التاريخ الضارب في الوطنية المصرية النادي الأهلي الناس عارفة اسمه قبل ما يبقى فيك دوري كرة قدم نعم النادي الأهلي قيمة عظيمة جدا نادي الأهلي قيمة مضافة لأي إنسان يتعامل داخله أي إنسان أي مكان اللي بيلعب في النادي الأهلي ما تشو واحد احتياطي يتذكره الناس دائما نقول كلمة ويستضيفونه الآن لكي يكون ضمن الاستوديوهات التحليل الرياضية التي يملأها الكوميديون لمجرد أن نلعب في النادي الأهلي احتياطي احتياطي مرة فالنادي الأهلي ده أكبر بكتير جدا 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 من أن نتحدث فيه أن جماهيره التي تعرفه وهذه هي النقطة التي أتمنى أن تسألني أيها لحلالك أنا سايب موضوع الافتراضية ده لغاية وقته علشان نقدر نتكلم أنا عارف أنه ده موضوع مهم جدا لأنه وأنا بتكلم في الانترو بلاقي ما تيجي تتفرج على السوشال ميديا فبتلاقي ناس بتتكلم حسنة النية وهي بتتكلم بمعنى إن هي بتبقى أنا متضايق أنا تعبان إنبارح 3 اربع القناة هنا أو الناس اللي أنا شفتها على الأل بعد المباراة الناس كلها اللي جاله ضغطه واللي الدم درب في دماغه وكل حاجة ده طبيعي أنت مشجع للنادي اللي أنت بتحبه وبالتالي النادي تتغلب وخسرت بتوله فهتبقى متضايق وزعلان وكل حاجة ولكن فجأة الكابت الخطيب بياخد قرارات انفرادية فجأة حسام غالي لا يصلح لأي حاجة خالص فجأة كل الحاجات دي حصلت فجأة بدون النظر للحضراتك بتقوله ده أولا ثانيا بدون النظر لأن هذا الفريق زي ما حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي بقاله سنتين بياخد كل البطولات أو بقاله 3 سنين خليني نتكلم بعد الكورونا يعني بعد الكورونا بقاله سنتين بياخد تقريبا كل البطولات اللي بيشارك فيها فيما عادة كسر عالم للأندية اللي خد فيها 3 عالم خلاص طب ما هو ده مجد أفشل القضية ممكن هو ده محمد الشناوي هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده لكن الكل دلوقتي أو يعني موسيقى النية يقولك إيه هو أسل القابط الخطيب بياخد قرارات منفردة وده بيحصل في النادي الأهلي ما أنا عايز أفهم من حضرتك حضرتك إحنا يعني نعرف حاجة قد كده لكن من حضرتك تعرف من زمان إيه اللي بيحدث داخل النادي الأهلي لأنها هي مؤسسة مش من النهارده من 1907 الدنيا ماشي كده الخطيب أنا سمعت الأنترو الرائع اللي أنت قلته أنه مين بييجي بعد مين بييجي بعد مين بيتعلم إزاي وهكذا لكن أهم نقطة أنه ده كان إزاي من الذي اختار هؤلاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وهي الجمعية الأقوى والأطخم في تاريخ الجمعيات العمومية في الأندية الرياضية هي التي انتخبت هذا المجلس برئيسه وفي انتخابات بتبقى صعبة جدا وفي انتخابات بتبقى أقل حدة وهكذا لكن الذين ينتخبون مجالس إدارات النادي الأهلي هم الجمعية العمومية شديدة الوعي للنادي الأهلي نعم وكلمة الجمعية العمومية هي اللي ستأخذنا لجمعية أخرى مش عمومية لكنها جمعية عامة الجمعية العمومية في النادي الأهلي يمثلها أعضاء النادي الأهلي العاملين. هنا بقى حيقولك الجمهور فين؟ معقونة الجمهور كجمهور بالعكس. ده النادي الأهلي 70-80 مليون أهلاوي برضا. صحيح صحيح. دول يمثلون الجمعية العامة للنادي. أيوة وعلى فكرة دوما بيبقى لهم رأي في الجمعيات العمومية حتلاقيهم بر أصوار النادي الأهلي لأنه لا يحق لهم الدخول والإدلاء بأصواتهم. لكن بيبقى لهم تأثير جدا على كل الأعضاء الجمعية العمومية قبل دخولهم إلى النادي. لكن ليس هؤلاء هم الذين أتحدث عنهم. الجمعية العامة للنادي الأهلي ومثلها جماهير النادي الأهلي الملايينية الضخمة جدا في كل مكان. وإلا ما كانت حالة الحزن الملايينية بالأمس لمجرد أن الأهلي ليس لمجرد أن الأهلي خسر لكن لأنه كان سيئا جدا في شوط المباراة الأول. نعم. حالة الحزن العامة حالة حزن ملايينية. مزبوط. لأنه هذا هو الأهلي. الجمعية العامة الأهلوية دي في منها نسبة كبيرة جدا جدا بإيه لها صفحات على السوشيال ميديا سواء على الفيسبوك أو على تويتر الجمعية العمومية بتاعة النادي الأهلي أعضاء جمعية العمومية لنادي الأهلي نحن نعرفهم واحدا واحدا. طبعا. ليه مسجلين عندنا بأساميهم بكارنهاتهم بكل شيء. الجمعية العامة لا نعرفها. مزبوط. لكن المصيبة كمان مش في الجمعية العامة الأهلوية. لكن الجمعية العامة المندسة. التي تقود بعض من الجمعية العامة. اللي هي الجمهور النادي الأهلي. على السوشيال ميديا. في اتجاهات أخرى. وما أسهل اللجان الإلكترونية المدفوعة. التي يديرها مشبوهون. في مختلف المجالات. هؤلاء هم الذين يصنعون هذه الحالة غير الصحيحة. في توصيف أي شيء بيحصل في أي حد ناجح. لأنه مصر أيضا تتعضر لمثل هذه اللجان الإلكترونية الزائفة. طيب. برضو أسأل حضرتك هل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على كرة القدم داخل النادي الأهلي بقرار مجلس الإدارة. هل الكابتن محمود الخطيب يستطيع أن يتخذ قرارات منفردة في إدارة كرة القدم؟ أعتقد أني أنا حضرت اجتماعات وبعضها كنت حضرتك حاضرا فيها ورأيت كيف يدير الكابتن محمود الخطيب أي اجتماع. نعم. أنه يسمع كل الأراء وتسجل كل الأراء ثم يتم التصويت. هذا هو ما تعلمه من قبله. بس كان الكابتن حسن حمدي الله يدي الصحة كان دوما في أي موضوع يطرح يقول نسمعه من الأول لو لم يكن قد تم التصويت عليه. لو لم يكن قد تم يقول نسمعه من الأول يعني أطراف الموضوع تحكيه من الأول وبالتفاصيل وبعد ما كله يقول رأيه نقول التصويت عشان نشوف إذا كان في حد معترض ونسمع وجهة نظره وتسجل لو اعترض أحدهم على شيء من اللي بتقال في الجلسة بيتم تسجيله في مجلس الإدارة بيتم تسجيله في محضر مجلس الإدارة وبعد ما تنتهي وأنا طبعا وبعدها بيوقع الأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع إذا ما كان كلامهم سجل أم لا أو لو ما سجلش يظهروا الخطأ اللي موجود هذا حضرتك حضرته شفته وأنا حضرته وشفته وكثيرين حضروا وشفوه وبناء عليه فإن القرار في النادي الأهلي ديمقراطي بدرجة مئة في المئة وما أسقط البعض أيوة هو عندما تخلوا عن الديمقراطية في اتخاذ القرار تمام ده بالنسبة للقرارات المنفردة أو يعني كلام هناخد كل تقريبا كلام السوشال ميديا نتكلم عنه النهاردة لأنه مهم في النهاية هذا الكلام يجب أن يكون هناك ليه رد عشان كده أنا النهاردة قلت لازل بقى في حلقة حلقة للصراحة بمعنى أن حضرتك تطلع أنت رجل يعني ما حدش يقدر يزايد على حبك للنادي الأهلي ولا على أي حاجة لكن حضرتك عارف قويس جدا 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 أن العالم الافتراضي أو بعض الأشخاص في العالم الافتراضي في الجمعية العامة للنادي الأهلي والمنافسين بيكون له آراء عايز يهد بها معبد أو عايز يهد بها النادي الأهلي علشان يستطيع أي نادي آخر أو أي نادي منافس أنه هو يصل للي هو عايزه فخلينا أسأل حضرتك إيه رأي حضرتك في المشهد الآن داخل النادي الأهلي بعد خسارة كاس مصر مبارح بطولة مهمة الكل كان ينتظرها الكل كان ينتظر أداء أفضل من كده شوت أول سيء جدا شوت تاني أفضل ولكن ليس أداء النادي الأهلي في ظل وجود مدير فني بقاله أسبوعين وبالتالي حضرتك شايف المشهد ده ازاي من برة دعني أؤكد تفضل أن المتسوسين وسط الجمعية العامة الافتراضية للنادي الأهلي نجحوا في المرحلة الأولى في تطفيش بيتسو موسيماني نعم بيتسو موسيماني قال أنه تعب مرضى لأنه كان من المتابعين بقوة للسوشيال ميديا مزبوط فقال أنه مرضى هو لأول مرة يرتفع ضغطه ويتوه ويدوخ ويجيله جرسومة في المعدة من كتر اللي شافه وأنا على يقين أنه كان بعض الجماعة العمومية الافتراضية للنادي الأهلي تنجر وراء المتسوسين بهدف لأنهم كانوا يعني يخشون تماما استمرار بيتسو موسيماني الذي اتفق أعداء لجنة الكرة ولجنة التخطيط برئاسة الكابتن الخطيب على عندما طلب إعفاءه من المسئولية أنه قالوا له نحن متمسكون بك فالراجل لأنه إنسان إنسان طبيعي للأسف الشديد يا أستاذ حابد حضرتك عارف تفاصيل ما ينفعش يعني ما ينفعش تطلع تتقال في ساعتها يعني وأنا كنت عارف تفاصيل وقد أكون موجود في بعض التفاصيل وحضرتك كنت موجود في بعض التفاصيل اللي ممكن لكن مش عين فأنتلع نقول الراجل طلب إيه وعمل إيه وعايز يمشي يعني الراجل الراجل بصراحة كده قارف الراجل قارف الراجل زهق الراجل أصيب بالمرض فتحقق لكاريه الأهلي ما أراده مش عشان أنا بقول إن الاختيار مستر السوارش لا ده موضوع آخر لكن إنت وإنت بتختار بعد نهاية موسم ومرتب أمورك الموضوع مختلف عن الهزة اللي كان مقصود إحداثها في صفوف الأهلي لصالح من لصالح كاريه الأهلي وبالتأكيد لا يمكن أن يكون ما حدث لصالح محبي الأهلي أن تحب الأهلي فالأهلي لا يلعب كرة قدم أهلي يلعب تسعتاشر لعبة الأهلي يساهم اقتصاديا لأنه لدينا أكتر من 206 ألف أسرة أعضاء في الجمعية العمامية للنادي الأهلي يلعبون رياضة ويلعبون سباحة ويلعبون كرة قدم ويمارسون أنشطتهم المختلفة داخل النادي الأهلي الذي بعدما كان فرعا واحدا في الجزيرة أصبح اليوم أربعة أفرع في تمدد جغرافي غير مسبوخ في تاريخ أي نادي في العالم هل من الممكن أن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة بالسطوة اللي احنا سامعينها على حسام غالي دي إنه هو يخش يقول يا جماعة أنا عايزة ماشي حامد عز الدين دلوقتي سيد عبد الحفوة أنا هقولها هو على الهوة سيد عبد الحفيز لازم يمشي دلوقتي فمجلس الإدارة كله هل ده ممكن أنا معرفش هذه ليست أخلاق الأهلي نعم هذه ليست أخلاق الأهلي وهذه ليست إدارة الأهلي أنا قلت إنها إدارة ديمقراطية نعم يعني لو افترضنا أن أحد أعضاء مجلس الإدارة له اقتراح بيستعرض اقتراح نعم وبتتشكل لجنة لجنة من عضوين كمان على أساس يتم دراسة الاقتراح وكيفية تنفيذه وإزاي بأفضل حال وهكذا وبعدين يتم التصويت يتم التصويت في اجتماع لمجلس الإدارة بكامل أعضاء والقرار اللي يتفق عليه المحذر بتاعه جلسة مجلس الإدارة يبقى فيه أراء الجميع وأنا يعني مصود جدا النهاردة أنا أتذكر البرنامج الرائع التسجيلي اللي بيعمله بتعمله خناة الأهلي اللي هو محاضر مجلس الإدارة لأنها بتبين أنه اللي احنا بنعمله النهاردة ده ليه تاريخ لا قال له تاريخ قبل كده قبل كده مصبوط أهو حصل مين قال إيه حتى لو هتعمل حفلة تتعمل إزاي حفلة حفلة هتتعمل إزاي وهكذا مش بنتكلم في أرقام وميزانيات وهكذا فإحنا النادي الأهلي يقدم نموذج أعلى في الإدارة الرياضية الديمقراطية وجمعياته العمومية هي الأكبر والأوعى والأكثر فهماً وأكثر مشاركة من بين كل الأمدية الرياضية الموجودة في مصر والعالم العربي والقرار الإفريقية بأعتراف القرار الإفريقية سيد حامد الفترة القادمة كيف تراها أنا أرى أنه النادي الأهلي قادر تماماً بما يملكه من إمكانيات وقدرات إدارية وبشرية ومالية على أن يعني يستوعب كل هذه الترهات لأنه يعرف الحقائق أنا بقول لحضرتك النهاردة أنت بتقول أنا لعبت كورة وأنا أما كنت بلعب مطالب أن أنا أعمل سبرينت من الباكرايت عشان أروح ألعب أوفر الناحية الثانية عشان أرجع حد يساعدني لغاية ما وصل أن أنا أخذ نفسي طبعاً صح الكلام طبعاً لعيبة بتلعب بقول لحضرتك أن عمر السلية لعب 206 مباراة في سنتين مين اللي ممكن يبقى أعمل كده بس الرجل جاب بنته قال لك لأن أنا بتوحشني أنا ما بشوفهاش أنا بلعب الماتش وأطلع على المعسكر نعم وأقض في المعسكر يومين وانزل عشان ألعب الماتش أو أنزل عشان أسافر أنا عايز حد يحسب لنا أنا أريد حد يحسب لنا عدد الكيلومترات التي سافرها لعب الأهلي خلال هذه الفترة عدد المباريات التي لعبوها عدد الدقائق التي لعبها كل لاعب ومقارنتها أي حد في الدنيا بما فيهم ليفربول تمام بالنسبة لملف الصفقات في النادي الأهلي الصفقات الفرق الرياضية بشكل عام وفريق الكرة بشكل خاص إيه اللي بيحصل في ملف الصفقات لأنه دلوقتي الناس تطلع تقول إيه يا جماعة النادي الأهلي ما جابش صفقات حتى الآن وبالتالي الفرقة زي ما أنتو شايفين الناس بتقول بالتقراء على سوشال ميديا فبالتالي ملف الصفقات كيف يتم إدارة ملف الصفقات داخل النادي الأهلي حقيقي أنا أمام سؤالك حسأل سؤال واحد تفضل هل حدث في يوم بين الأيام أن النادي الأهلي من خلال وسائل إعلام الإلكترونية أو المكتوبة أو المرئية بادرة بأنه يتحدث عن تلميحات ولا بينقل ما نشر رسميا في مواقع النادي الأهلي يقول الأهلي تعاقد مع فلان أو الأهلي أنهى التعاقد مع فلان أو الأهلي أعار فلان الأهلي لا يتحدث في مثل هذه الأمور إلا في توقيتها لأي أي حاجة تانية دي كفيلة بهذا استقرار فريق أنا حجيب لائب لأني شايف أن لائب أنا حشوف له حاجة تانية وكل الكلام يكون بيحصل بس احنا ما نتكلمش فيه لأني ده النادي الأهلي النادي الأهلي ما يبقاش كده يعني مستباح إذا كان كانت الجامعية العامة للنادي الأهلي لأن أنا أثق في الجامعية العمومية وأنها عارفة النادي الأهلي على الجامعية العامة اللي هي جماهي للنادي الأهلي ترى أنه يجب أن يستباح الأهلي. فليقولوا لنا عبر وسائلهم الافتراضية. على فكرة. لو في صفقات. أنا عرف شوية صفقات. لو في. الأستاذ حمد يعرف شوية صفقات. بالمناسبة يعني. لكن لو حضراتكم عايزين نطلع نقول هذه الصفقات. لو في صفقات يعني. هنطلع نقولها. كيف نقولها. موسم الدوري الممتاز في قرة القدر. اللي هو بطولة الأهلي المفضلة. لأنه فاز بها 42 واربعين مرة. مقابل 13 للمنافس العتيد. الزمالك التقيق. فاضل فيه 11 ماتش للأهلي. ونتكلم الوقتي. وإحنا الفرقة بتاعتنا. يعني ربنا يكون في عونهم. ربنا يكون في عونهم. خلوا بالكو. الخيول تعبت. الخيول. السرج. جرح. أعنقها. الخيول. السرج. جرح. أعنقها في حرام. حرام. إحنا عايزين ندعم لعبتنا. ونقولهم عارفين. إحنا عارفين. اللي انتوا فيه. وعارفين انتوا متحملين قد إيه. بس معلش. عشان خاطر. إسعدنا. مع الوظيف لأتبار. الأهل يلعب تسعتاشر لعبة رياضية. وينفق عليها الملايين. وليست كرة القدم محدعة. كرة القدم لا يمكن أن تكون المعادل الموضوعي للنادي الأهلي. طريق كرة القدم يلعب مباراة. يكسب أو يخسر. هذا متعلق بمشيئة الله كما أسلفت. نعم. طيب. أخيرا أستاذ حامد. لو حضرك عايز توجه كلمة لجمهور النادي الأهلي في هذه الظروف. وبمناسبة فريق كرة. هو دايما الناس تعرف. كرة القدم هي أحب الألعاب لقلوب الجمهور الأهلاوي. والجمهور المصر. جمهور العالم كله. وبالتالي كرة القدم هي اللي بتاخد العين. كرة القدم هي اللي بتاخد الفلو. هو هي اللي بتجيب الفلوس الكتير بالمناسبة. يعني هي اللي بتجيب الملايين اللي بيتم صرفها. هي كرة القدم. وبالتالي عشان كده بتلاقي عليها. يعني لو فريق الكرة بيبقى ماشي كويس. تبقى الدنيا كويس. لو فريق الكرة عمل كده ولا كده. لكن لأننا عندنا بالفعل 19 لعبة أخرى. ما بين بقى كل الألعاب المختلفة. واخدين فيها بطولات بال365 بطولة في الموسم الماضي. على جميع المساويات محليا وعربيا وآفريقيا. كرة القدم مختلفة. صحيح. بس هي كرة القدم مختلفة ليه. كرة القدم كانت بتدخل في نطاق الانترتينمنت. الترفيه. إلى ما قبل الاحتراف. نعم. إلى ما قبل الاحتراف. كانت ترفيه. والأهلي ما كانش بيصرفه. والناس كانت بتاخد اثنين جنيه. وخلاص. وما كانش هو المدرب كان الكابتن الوحش ينزل وقل له. اطلع على طوله. أول ما تشوف أعلام كوكاكولا. ارفع. يعني كان الحكاة بسيطة. الآن تحول الموضوع إلى موضوع اقتصادي. اقتصادي. احترافي. وكان الأهلي هو المبادر. الأهلي هو الرائد في مصر. كمؤسسة رياضية أولى. في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا. باعتراف دول الشرق الأوسط ودول إفريقيا. ننتهي هذه المؤسسة الرياضية. أما بقت لعبة كرة القدم اختلفت من أنها لعبة ترفيهية. يعني يمارسها الهواء إلى لعبة احترافية بتدخل فلوس. احنا عملناها كويس جدا. وبدأنا وأحسننا اختيار المهاجمين من قبل فلافيو وكذا. ورجورج الحسن من أيام كابتن صالح. وبدأنا نخش في الموضوع. وإحنا اللي اعترضنا على قلة المكافأة بتاعة بطل أفريقيا. لغاية ما الاتحاد الأفريقي رفعها. وأصبحت دي لها دور في تحديد القيمة السوقية للمؤسسة الأهلوية بصفة عامة. اسم الأهلي يسوي إيه؟ دي قصة كبيرة جدا. يعرفها كل بتوع التسويق وكل شركات الإعلانات في العالم. النهاردة الأهلي عمل شركة الأهلي لكرة القدم. مظبوط. ليه؟ حتى يكون هناك تعامل احترافي اقتصادي مع كل حالة. بنقول إحنا محتاجين لعيبة. طب إحنا عندنا قد إيه رأس مال في الشركة. الشركة اللي إحنا لسه واغدين على فكرة لأنه كله بيحكي وفاهم إن دي دخلها جزء من لأ دي شركة كرة القدم. نادي الأهلي فيها بواحد وخمسين في المية. ويطرح بقية الأسهم بتاعتها اللي هي هتبقى تسعة واربعين في البورصة عشان نوثر لها الرأس المالي الكافي. إن إحنا أما ييجي مدير التعقدات يقول لنا قدامي لعب بخمسة مليون سترليني. فيقول له أيوة في رأس مال يغطي اللي أنت عايزه ويشوفه بقى حيكسبه كام وهكذا. لم يبدأ لأن إحنا الأسبوع الماضي فقط خدنا الموافقة على الترخيص للشركة بالعمل. وهناك شركات أخرى. فالنادي الأهلي فاهم هو بيعمل إيه؟ ولا أعتقد أن أحدا من جماهيره الجديدة. لأن إحنا في عندنا جماهير جدد في النادي الأهلي. مش جماهير تبعت من زمان وعرفة يعني إيه النادي الأهلي. لا فيه ناس جماهير جديدة بقت مرتبطة بكرة القدم. يعني مرتبطة بأنك أنت تكسبها فتعيش في الزيتة. لكن مش عارفة خالص إن الكرة مكسب وخسارة. أي رياضة في الدنيا مكسب وخسارة. البرازيل على ملعبها خسرت أمام ألمانيا 7-0. في كاس العالم 7-0. ما انتهتش البرازيل 7-0. الأهلي خسر 2-1. وكان سيئا جدا في الشوت الأول الشوت الثاني بقى أحسن. وجاب جول وآخر 6 دقيق كان يمكن أن يتعادل وحكاية ورواية وكده. بس ما جاتش لأنه ما فيش مشيئة. ما كانش فيه مشيئة إلهية. ده اللي حصل. مش معنى أن الدنيا تهدد يا جماعة. خالص. حيبقى فيه دوري والأهلي يوم الحد حيلعب وهم بالخميس حيلعب. وحيطلع حين قوم باللعيبة كده لمدة ست أيام. ست ما تشات. لغاية ما نخلص من الدوري ده. وأتمنى أن هم يأخذوا راحة بعد كده. يا رب إن شاء الله. أخيرا أستاذ حمد لو حيك حباب توجه كلمة لجمهور النادي الأهلي. في ظل هذه الظروف وخسارة النادي الأهلي بطولة كأس مصر. أنا أعتقد أن جمهور الأهلي يجب أن تتسم بما ينبغي أن تتسم به من وعي. الوعي. مهم جدا. النعي ما يدور حولنا. عظمة الأهلي تثير أحقاد الكثيرين جدا. سواء الذين يعلنون أنهم مثارون وغاضبون وحاقدون أو الذين لا يعلنون. فعليكم أن تكونوا سندا كما دعوتهم الأهلي دوما. الأهلي خسر خمسة صفر. ساعة منا احتديت في معارضة لأنك بدأت تتهاجم لعيدة الأهلي. هم نفسهم اللي ملأوا. الأستاذ في مبارات عودة. احتمالات العودة فيها صفر. والأهلي كسب نفس الفريق واحد صفر. لأنهم ما راح يلعبوا الماتش الأولاني. اللي خسر خمسة فيه خمسة. كان ما عندوش احتياطي. تمام. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ حامد على وجودك معنا. والحقيقة دايما بنستمتع بكلامك واسلوبك الراقي. الحقيقة في التعامل وفي الكلام وفي كل شيء. فأنا بشكرك جدا على تواجدك معنا النهاردة في ظل هذا الظرف الصعب. الصعب اللي ان شاء الله هيعدي بأقدام لاعبينا خلال الفترة القادمة. أنا فقط أعتذر لأنه قد أكون قد انفعلت الزيادة عن اللزوم. يعني خرجت مني جملة ما كانتش يجب أنها تخرج. لكن أنا لا أنفعل بهذا الشكل. إلا عندما أرى الأهلي مظلوما. الأهلي مظلوما. مظلوما. أنا بشكرك جدا أستاذ حامد على وجودك معنا. أنا اللي بشكرك. أنا اللي بشكرك. شكرا جزيلا للأستاذ حامد عز الدين. الحقيقة دايما أستاذ حامد لما يبقى معنا بنسمع منه كلام مهم جدا 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 فيما هو قادم. خلي بقى لحضراتكم الفترة القادمة فترة صعبة جدا جدا جدا. من وجهة نظري الفترة القادمة مش من وجهة نظري بس من وجهة نظر كل من يحب النادي الأهلي أن الفترة القادمة لا تحتاج إلا للدعم والمسندة مهما كانت النتائج ومهما كانت الظروف وما تقلقوش. صدقوني أنا في حاجات مش قادرة أقولها لكن في كل حاجة في وقتها هتلاقوا سواء المركز الإعلامي أو مجلة الأهلي أو قناة الأهلي هيتكلم ويعلن إيه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة. وده هتشوفوه بشكل واضح من خلال القنوات الرسمية للنادي الأهلي. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هيكون معايا الأستاذ محمود صبري والأستاذ جمال الزهيري. هيكونوا معايا على الهواء مباشرة أيضا لشان نتكلم شوية عن هزيمة النادي الأهلي. وإيه اللي حصل مبارح ومن وجهة نظرهم لماذا لعب النادي الأهلي هذا الشوت السيء جدا الشوت الأول. وإيه اللي حصل في الشوت الثاني وكلام مهم جدا عن هذه الأمور. وبعد الفاصل الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ محمود صبري.